سابق فرق الإنقاذ والإغاثة الزمنة من أجل إنقاذ الطفل قطع الطفل المغربي ريان الشك باليقين وأنهى مأساة الانتظار التي طالت خمسة أيام من أجل إخراجه من الجب الضيق العميق الذي زلت فيه قدمه فهوى إلى قاعه خارجاً من الحفرة وهو جثة هامدة تحول ريان إلى أيقونة للألم والوحدة والمشاعر الجامعة بين العربي من المحيط إلى الخليج فماذا كشفت التحقيقات الأولية حول هذه القضية؟ بعد وفاة ريان المغربي بدأ أحد المحاققين بالتطقيق حول القضية وذلك بعد أن تسأل المتابعون عن خلفية وجود حقائق خفية في وفاته وفي التفاصيل أكد مصطفى مونيف أحد الكاتبين المعروفين في الوسط الإعلامي والمشرفين على قضية ريان أن الأمر كان مقصوداً ومن أجل التطبيل لملك المغرب العاهل محمد السادس حيث علق على الحدث عبل صفحته على فيسبوك كاتباً شاهدت الشاب الذي حاول إنقاذ ريان يقول في أحدى القنوات الإلكترونية عندما وصلت إلى ريان وبقي بيني وبينه مترين فقط قام رجل الوقاية المدنية بإعادة سحبي إلى الأعلى وأضاف قمت أظن أن الحبل لم يكن كافياً فوجدته أطول من عمق البئر نفسه طلبت إعادتي إلى البئر لاستكمال عملية الإنقاذ لكنهم رفضوا وأحضروا هذه آليات الحفر الغريبة اللافت أن المتابعين قاموا بتداول فيديو لأحد الرصوب المتحرك الشهير الذي توقع عدداً كبيراً من الأحداث السياسية والأمنية قبل حدوثها بسنوات وظهر فيه أحد الفتيان داخل البئر إثر وقوعه المفاجئ بداخله وأن عائلته والآليات بدأت بالحفر من أجل إنقاذه فهل كان وفاة الطفل المغربي حادثاً عفوياً؟ أم جريمة تختبئ أهداف سياسية وراءها؟